المشكلة بتاعت الخطيئة أنه آدم وحوة حصلت بينهم على فكرة مشاكل زوجية لأنه لما الرب قال له آدم أنت أكلت المرأة اللي أنت أعطيتني وهي الحقيقة فحصل كل واحد يرمي بلوم الثاني لكن الرب من محبته لهم صنع لهما أقمصة من جلد وألبسهما اللي عاوز أقوله أخ أمال بعد إذنك أن هذا الموضوع كان مبادرة إلهية آدم وحوة حاوله عرفوا يعملوا اللي بيقدروا عليه اللي هو أوراق التين بس الذبيحة وسطر العورة هو مبادرة إلهية ويحضرني دلوقتي فكرة بسيطة كده أنه آدم وحوة قابلاه هذه العطية من الرب أيوة فيه دايما يا أخي نزار بقول فيه تلت دواير في الإنسان دائرة المعرفة ودائرة القدرة ودائرة الإرادة فلو واحد بيقول أنا لا أعرف فيه إمكانيات وروح الله بيبكت وفيه كلمة الله علشان يعرف والذي لا يقدر أنه يعمل أي حاجة مطلوبة زي يعيش بالبر والتقوة لا يقدر يطلب من الرب ويأمكث في محذر ويأخذ القوة قوة الروح القدس لكن الذي لا يريد هنا دي المشكلة صديقي المستمع أو المشاهد لو أنت مش عارف الرب هيعرفك لو أنت مش جادر الرب يعطيك القدرة لكن لو أنت مش رايد تلبس ما صنعه لك الرب للستر عورة خطيتك لا تلومنى إلا نفسك اشتركوا في القناة